والساعة ثالثة أنواع ساعة صغرى وساعة وسطى وساعة كبرى الساعة الصغرى هي موت الإنسان من مات قامت قيامته الساعة الصغرى هي موت الإنسان الساعة الوسطى موت أهل القرن فإذا مات أهل قرن من الزمان فإن هذه ساعة وسطى كما أوضح ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح لما ذكرت عائشة رضي الله عنها في الصيحين أن الأعراب كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة فنظر إلى أحدث إنسان يعني إلى أصل إنسان منهم فقال إي عش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم قال ابن حجر أي ساعة هؤلاء المخاطبين وأنه بذلك ينقرض أهل هذا العصر وإذا انقرض ذلك العصر فهذه هي الساعة الوسطى بالنسبة إليه أما الساعة الكبرى فهي بعث الناس من قبورهم وإذا أطلقت الساعة في القرآن من حيث الأصل فالمراد بها الساعة الكبرى ولتعلموا أن الساعة الصغرى والساعة الكبرى ذكرت في كلام الله عز وجل إذا وقعت الواقعة فلن الساعة الكبرى الساعة الصغرى قال في أخذ السورة في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون يعني قامت ساعة هذا الرجل بموته وكذلك ما ذكره عز وجل في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة فهذه الساعة الكبرى وذكر الساعة الصغرى كلا إذا بلغت التراقية يعني بلغت الروح التراقية بمعنى خروج الروح من بدن هذا الإنسان